بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات نسأله لكم ولنا معكم أطيب الأوقات وأن نرزق وإياكم أحسن الفهم في الآيات وأن يرفع مولانا لنا الدرجات وأن يرفع عن أمتنا الكربات والنكبات والويلات والعثرات والاختلافات والتناقضات والشتات يا مجيب الدعوات آمين وبعد مرحبا بكم في مفتح حلقة جديدة من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا القلوب موجوعة الحقيقة والنفوس متألمة لأن كلما قلنا هذا الحضيض الأخير الذي تنزلق إليه الأمة وإذ بنا نقع في حضيض جديد وكأن الحضيض ليس له حدوده كلما قلنا خلاص هذا آخر العثرات وآخر الويلات وآخر السقطات نفاجأ بسقطة جديدة تقع فيها الأمة تشوه منظرنا وصورتنا ووجهنا وتسود هذا العالم والانطباع عنه في نفوس الناس لكن إياكم وحذاري أنا معكم أن نفقد اليقين بأننا على الحق المبين إن شاء الله رب العالمين نحن على الحق وسنثبت على هذا الحق ونلقى الله على هذا الحق دون تشنج دون تطرف دون تشدد ما بزايد علينا في هذا أحد من فضل الله من فضل الله نعتز بالله أننا على الأمة كما يريدها الله توسطا واعتدالا وحكمة ورحمة ورفقا ولينا إلى آخر فما أحد بزايد علينا في هذا مش أقصد شخصي لا والله إنما كل فهم سليم مستقيم لهذا الدين لن يكون إلا على هذه السوية وعلى هذه الشاكلة وعلى هذا النهج قولا واعدا نبتدئ بلا مقدمات مع أحسن الكلام وخير الكلام كلام رب العالمين في الحلقة الماضية كنا مع قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وفي هذه الحلقة سبحان ربي أنا عن بثل القرآن استوقفتني الآية الكريمة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا يا السلام الآية 28 من سورة الكهف اللي رقامها 18 وعدد آيات القصة المتكلمة عن فتية الكهف 18 آية بالضبط وفيها أربع قصص قصة فتية الكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين قصة مثل ليس مثلا متخينا لا وإنما قصة مثل مثل ما قال ربنا تعالى عن فرعون جعلناهم سلفا ومثلا مثل بمعنى أنه نمط مكرور مش كما يتصور خلفانا ومثلا عندما حصل شي حصل ونزم حدك هو طبعا قوطر إلى دار الحساب والجزاء لكن يا أصحاب هذا النهج يلزموا حدكم رقم ثلاثة قصة موسى والعبد الصالح ورقم أربعة قصة ذي القرنين اللي هو مثال للتمكين لو جينا نرتب القصص السور على نسق بنلقيها متسقة على أكمل نسق فتية الكهف فتية فروا بدينهم صاحب الجنتين وصاحبه الندوي رحمه الله له كتاب عن سورة الكهف تأملات في سورة الكهف قرأنا منذ ثلاثين أربعين سنة واللكام رحمة الله عنه هذا الرجل صاحبناه ورافقنا في رحلات وأسفار مدرسة جامعة مع تواضع جم من لا يتخيل ونهر من العلم غزير يمكن له على أقل سبعين ثمانين كتاب لمن أشهرها إطلاقا ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين والذي قدم له سيد قطب رحمة الله عليهما هذان العلمان الكبيران النهران الجاريان إن شاء الله عملهم صدق جارية إلى يوم نلقى الله تبارك وتعالى تأملات في سورة الكهف يرى الوحدة الموضوعية في سورة الكهف تتلخص في الكلمة التالية الصراع بين المادية هو الإيمان هذا من مطالعات ما مثل ما قلت قبل ثلاثين أربعين سنة ولا يمل والله لكن الوقت بسمح الناشن العود لنقرأ ما قرأنا من قبل يعني لكن هذا هو فقصة صاحب الجنتين مع صاحبه يلخصها الوحدة الموضوعية كما رآها أستاذنا جميعا الندوي أبو الحسن علي الحسن الندوي من ذرية الحسن مع أنه هندي يا السلام يا السلام كيف اختلط العرب بالقوميات التي فتحوا بلادها فأصبحت أنساب متداخلة مثل ما بقول محمود شاكر في كتاب أباطيل وأسمار تعربت لغتهم بل تعربوا قومية يعني مع الوقت والنسب العربي والسلالات أصبحوا عربا يعني أبو الحسن علي الحسني الندوي هندي لكنه عربي بل من أهل البيض يا السلام طبعا لفتت محمود شاكر والله ابتسوى ذهب الأرض بيقول لاحظوا المناطق القصية يعني جنوب أفريقيا وسط أفريقيا قلت فيها المهاجرون العرب فاحتفظت بقومياتها ولغاتها لكن بلد مثل مصر مثلا قريب فهاجرت أفواج من العرب فتعربت مصر مصر إيجبت قبط لكن بكثرة الهجرة تعربت لسانا وتعربت قومية بل أصبحت مصر مركز سقل العرب إن شاء الله تعود قائدة رائدة بدل التهميش والتحقير والتفقير المفتعل عشان تشتغل برغي في العيش ما تلقيش إخواني مفتعل ارتفشل بيشتغلوا فينا شغل والله الشيطان ما بيعرفه لا والله يا شيخ لا تقول هذا هاربت جهان شو بدي أقول شو بدي أقول يا أخويا لما حسن مبارك ستين مليار طلعوا براءة شو بدي أقول لك وحسين سالم أربعة ثلاثين خمسة ثلاثين مليار وطلعوا براءة وسويرس خمسين مليار قابهم منين ده شغله شغله خمسين مليار إذا مات عنده موظف ولا عامل ولا غيره بيديه على المستشفى وبقوله مات في المستشفى خطأ طبي ولا غيره عشان يدفع التعويض مثلا وما يدفع شوه ولا مليم ماذا نقول لك يا بوي على كل حال نعود إلى موضوعنا مش موضوعنا هذا الله يهديكم بتشت دائما عن الموضوع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك واصبر نفسك لم ترد هذه الصيغة بهذه الصورة إلا في هذا الموطن بالذات تحديدا واصبر نفسك لكن كلمة نفسك ضما فتحا كسرا وردت عشر مرات تريدون أن نستعرضها نستعرضها ما قلنا لك شو بدنا نستعرضها يعني أنا بقول ما في مشكلة لكن هناك قبل هذا آية نظير لهذه الآية في سورة الأنعام وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ أَيَا ثَنِينَ وَخَمْسِينَ هاي ثمانية وعشرين تلك اثنين وخمسين وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَ لص مشترك لكن التعقيب مختلف ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ من الظَّالِمِينَ إذن في الأنعام والكهف يدعون ربهم بنفس الصورة بالغذات والعشي يريدون وجه إلى آخر إن شوف كلمة نفسك وين وردت العشر مرات إن يسر الله لنا ذلك تبقى شوفهم في وقت آخر مش قضية إذن واصبر نفسك يعني كأن النفس تنازعك وأنت تروضها وتطوعها وتذللها لطاعة الله عز وجل وظحبت المؤمنين وهالحقيقة الأمر لنا جميعا وإن كان وجه أولا وابتداء إلى إمامنا وزعيمنا وقائدنا وقدوتنا ونبينا ورسولنا ومعلمنا وعظيمنا صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك فالأمر لنا بعده باتبع وأن هو سيد من يمتثل عليه أسكى الصلوات ونحن من ورائه إن شاء الله تعالى مع الذين يدعون شوف المعية والصحبة مع المعية الصحبة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أحبابنا خاصة الشباب إياك أن تخطئ في اختيار صاحب إياك خطأ العمر كما يقولون خطأ قاتل لأنه الصاحب ساحب والأهالي كان بيحذروا أبنائهم مع الاحترام والمحبة ما بينتبهوش بيستهوي صحبة هذا الولاد بيزين له بيحبب له أشياء تدغدغ غرائزه يعني أقرب إلى بهيم يده سمعوني مش بيرقيك روحيا ونفسيا وعقليا بينهض بإرادتك وهمتك لا بدغدغ الغرائز شوف الصورة شوف اللقطة من الفيلم شوف مدري إيه أو إيه فبينجر الولد بلاقي نفسه شوية شوية بدأ يشطح وينحرف عن الطريق إلى أن تغرز أقدامه في الوحل والطين وهذا تطلع وهذا تطلع شباب الحذاري الحذاري من صحبة الأشرار لأنهم يقودون صاحبهم إلى النار فالحذار الحذار والبدار البدار بادر إلى ترك صاحب السوء لأنه حيسحبك يا للسجن يا للموت مخدرات ما نهى الموت شباب نعذر من هذا الداء مع واصبر نفسك مع يعني معية الصحبة سبحان الله يعني الجمع يقوي شوف صلاة الترويح جماعة من يصلي في البيت عشرين ركعة مثل ما طلب من الناس أن تصلي عشرين ركعة لوحدك بتصليش أو من يصلي الثمن ركعات حتى بلاش من يصلي ركعتين بطول الصلاة مع الجماعة ومع الإمام أزعم أن أقل من قليل لكن بروح الجماعة في المسجد بالظل لو صل إلى الفجر بالظل مع الجماعة سبحانك الجماعة معوان على الطاعة حقيقة احو وبالتالي واصبر نفسك مع الذين شو الاستمرارية يدعون ربهم يدعون ربهم يا سلام فعلم ضارع يفيد الاستمرار والتجدد يعني استمرارية وتتابع وتجدد ومواضبة ومثابرة ولا أحد تعبير يدعون ربهم والدعاء كناية عن الاحتياج والافتقار وما أكثر حاجاتنا نرفعها إلى قاضي الحاجات إلى رب السماوات سبحانه أنه محتاجين منك كل شيء إنا لما أنزلت إلينا يا مولانا من خير فقراء والله نحتاج كل شيء منك المدد والعون والتفهيم أخطر شيء أن نفهم وأن نحسن الفهم فأعن عليه أنه قد أفهم أنا معتدا بنفسي مثلا مع هذا الله مهم معتد بعقلي ولكن إن سلب التوفيق بينحرف يعني كم من أسماء مثقفين دوما أقول لك عابدي الجابري وغيره يعني يتهم الصحابة بالقتل ونبيهم مثل مثل عشماوي سيد عشماوي ومثل مثل هالأمة الهالأمة الخلاصة لأنه اعتد بنفسه فانقاد إلى أسوأ الفهم يعني حسين أحمد أمين بإنه كتاب ظن القاتل الأول يا الله يقصد من جيل الصحابة الكرام ومعلمهم إنه مجموعة قتلة والمرجعية بتاعتهم القاتل الأول يا الله ابن أحمد أمين أنت اللي كتب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام وعصر الإسلام ويوم الإسلام وكتب كثيرة يمكن له أربعين خمسين كتاب عن الإسلام أنت ابنه قال لك وجلال أحمد أمين ابنه وانت على نفس الخط علمانيين تتنيل على عينك علماني ما ليش علاقة لكن ما تتطاول على من أثنى عليهم الإله العظيم سبحانه من أنت حتى تتطاول إخواني لما نقول لكم حرب على دينكم البعض بيستهجن الشيوخ بتخيلوا بتوهموا الشيوخ عندهم فوبيا مرض إيه الله يعافيهم يا رب طبع ما نقول نحجاب بل كنطيب من الأمراض وننتشفى نصير زيكم هيك يعني الناس متشائلين متفائلين عم الشيخ زي بعض متفائلين متشائلين المتشائل المهم هذا الكلام وهذه الكتابات من أسماء طنانة في العالم عربي تفتح لهم المنابر والميادين ده حسين أحمد أمين وسعال أنت هو ده عابدي الجابري والله دعينا إلى مأدو وقالوا داعين قلت لهم عابدي الجابري ما أحضر مش تكبرا لا والله طب ناقش له معتد إلى درجة ما بسمعش يعني مين النكر غير مقصودة في نظر ما بسمعش وبالتالي المهم مش موضوعنا نواصل نواصل إذن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم كن معهم تثبتهم وتقوى بهم صلى الله عليه وسلم يدعون ربهم بالغدات والعشي والعشي الغداء أول النهار والعشي آخر النهار يريدون وجه يعني هنا برضو كناية عن الاستمرارية مش بس الغداء اللي هي الصبح والعشي اللي هي العصاري إلى العشي لا كناية عن الاستمرارية والمواصلة غداء وعشي مثل ما قال عن الجنة يأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية يعني طائتين في النهار قلنا له لا مش طائتين إنما بكرة وعشية كناية عن الاستمرارية إذن يدعون ربهم بالغدات والعشي أي دائم الدعاء إلى الله عز وجل والدعوة لله أن ندعو الناس إلى الله وندعو الله لحاجاتنا يدعون ربهم ويدعون الناس إلى ربهم يا سلام أي والله يدعون ربهم أن يهدي الناس وأن يقرب الناس إلى كتابه وأن يقرب الناس إلى دينه وإلى إمام الخلق محمد وسنته صلى الله على محمد وسلم تسليما عظيما كثيرا كبيرا متصلا آمين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجه الإخلاص وهذا الدين محوره وعموده أساساته الإخلاص الإخلاص بمعنى أن لا تبتغي إلا وجه لا شهرة لا مجدا لا ذكرا أن يقال فلان وقيل وعمل لك وأفادك بإيه قيل وقال فلان مفكر عظيم مفكر نص نص مفكر مهم هذا بنصرفش في الآخرة الذي يصرف في الآخرة الذي له رصيد عند الله ما كان خالصا مخلصا متخلصا من نفاق ورياء وحب سمعة وحب شهرة وحب ظهور كل هذا ارمي ورى ظهرك وراء الظهور ارموه وراء الظهور من يجري وراء الظهور اجعل هذا وراء الظهور واجعل وجهتك وجه الله عز وجل وعملك وكلامك ابتغاء مرضاته هو يكرمك أحبك الناس تمعلك الناس هذا فضل من الله مو من شطارتك مو من ذكاءك مو من عظمتك في أهلا منك في أفهم منك في أتقن منك للكلام في من يعرض حجته أبلغ منك في من لكن ربما يكتب لك أن توفيق بمذاق خاص يعني منه قال أنه أعلم أهل الأرصد منه قال إلى جانب علماء الأزهر يعني مع الاحترام للجميع بطلاق قطرة في بحر العلم الشرعي مثلا لكنه لفت أنظار الناس عن مئة عالم من علماء الأزهر مع الاحترام برد عيد للمرة الثانية إذن أحبابنا وإخواننا وأهلنا نتأمل في الآية تأملا دقيقا واصبر نفسك سيد الخلق يخاطب بهذا الخطاب مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تنقلش عينك عنهم ما تخليش عينك تتجاوزهم إلى سواهم لا قف عندهم ولا تعد تبتعدش ما تنتقلش ما تحولش نظرك إلى غيرهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني القاعدة مع الكبراء بيحكوا عن المال وعن رأس المال وعن البزنس والتجارة والوكالات وعن التعهدات وعن المليارات وعن ثروات وعن إلى آخره طيب وحن مالنا وحن مالنا يعني ما بلزمناش هالمجالز لسنا من أهل هذه البضاعة والحمد لله رب العالمين لا أسفا لا والله ولا حبا أن نكونها لا ورانا من فضل الله من فضل الله مش كلاما واقعا بفضل الله ولا تعد عيناك عنهم تحولش نظرك عنهم تريد حاشا لمقامه لكنه الإله العظيم يربي عباده وهذا خير عباده ومع هذا يربيه مولاه وسيده وخالقه وبرسله رسولا إلى الناس ورحمة صلى الله عليه وسلم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وحاشا هو الدنيا كلها وراه عليه أسكى الصلوات حجراته متواضعة جدا جدا ولما جاء عدي بن حاتم في زيارة له عليه أسكى الصلوات ورضي الله عنه عدي بن حاتم عنده وسادة يعني بدل الطراحة أو الجنبية أو الفرشة أو ما شئت وسادة يعني الكنبة مخدة يجلس النبي عليها في البيت لما يكون وحده فلما جاءه الضيف وضعها تحت الضيف قالوا لا يا رسول الله بل هي لك شالها النبي من لك ثم ألزمه بحجة أنه أنا صاحب البيت تجلس أنت الضيف فجلس الضيف والنبي الكريم على الأرض الحصير فالدنيا كلها مش في عينه ولا تعد عيناك عنهم لكن الله رب العالمين يربي هذا العبد العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم تريد زي حاشة طبعا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع إياك أن تسمع لمن أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أغفلنا آه دئبة من ربنا لا يا أخ شو قلت لا يا مغفل لا يا أخ من ربنا لي مبتداءا إنما انتهاءا دائما بضل بالمثل بسرادق أو فصطاب ضخم وناس من كل الأبواب والنواحي والمناحي تفضلوا 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 يا جويد ندلقها كلها لحاة مثلا قال أنا ما بشرفني أقعد مع اللحاة قال لا ننصرف قال يطردوني طردوك متى متى تواقعت وتجاوزتها وتجاوزتها وتطاولتها وتعديتها طردتها ولله المثل أعم بقرب الصورة إن رب العالمين من الذي يغفل رب العالمين قلبه عن ذكر ربه من واحد هو أعرض الله ذو الكبرياء مش أنت أنت الفقير المحتاج أعرضت عن الغني الكبير المتعال العلي ما لكل كون أنت أعرضت عنه شو يقول يوم قال عاطي عنه مش مش مناسبة يعني أنت تعرض عن الله الله الكريم يشيح عنك لأنه أنت أشحت عنه ابتداء من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هل وقف معه وكان أمره فرطا بدها نشو كيف فرط وعدم المنهجية هذا الذي انصرف عن منهج الله إن عدم المنهجية فصار تحزرش عليه أصلا لأنه وكان أمره فرطا نقبل الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة لكن في الوصلة التالية نتكلم في قضايا كثيرة من بينها صورتنا في العالم بقت شكلها إيه حلوة خالص مالها صورتنا صورتنا بالألوان أخر حلاوة ياريت 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 ونتكلم عن التطرف موقعنا منه فين من المتطرفين إيش هو التطرف نحاول أن قضايا كثيرة هذا بعضها كون معنا في الوصلة الثانية بعد فاصل يسير قصير بإبن الله أخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم دائما ومرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الدين والدنيا وأن يصلح لنا الدنيا بالدين إذ لا صلاح للدنيا إلا بالدين وفق منهج رب العالمين باعتدال وسطية برحمة بإنسانية لا إكراهة في الدين لأن دين الإكراه سينتهي بالتفريط تقول لك أنه التدين يقوم على الإكراه سينتهي بكره التدين والدين مش عقولها لأن العبارة مش نافعة مش مناسبة مش علوة مش هي فنعديها ماذا مش هي نعديها ما في تدين بالإكراه بالعصايا لا إقناع لا إخضاع عمو هذا الإنسان مكرم يا بويا ويتحمل مسؤولية قراره أقنعه بيندفع أوتوموتف بيندفع ذاتي أخضعه بمشي على كره على مرض على نفور على شمئزاز على انعدام طاقة وانعدام دافعية مش هنبني أمة بأمثال هؤلاء دول رمة ما عندهم شي همة ما يبنوش أمة هالكلام لهالأمة ما ينفعش كده دين الإكراه عمو قوطر قوطر دين الإقناع للإخضاع العصايا ما بجيب حد شباب بدنا نتكلم بالحجة بالبرهان بالمنطق بالكلمة الطيبة استجاب من استجاب الدين مش لك الدين له سبحانه أحسن عرضه فقط دينكم أجمل ما في الكون يعني سامحني المطاعم الجنك فود الأمريكي يبدو ما سميها لأنه ما يصير مخالفة قانونية مش عرقش في الأفلام اللي هي جنك فود ورائجة الناس عليها طوابين طوابير يا عم الشيخ طوابير المهم طوابير على الجنك فود جنك جنك يعني ربش يعني طعام مش هو اعمل منسف بلدي بتلاقي أربع خمسة من هناك بتلاقي أربعمائة زمون يعني دلالة على أنه يستطيعون أن يروج حضارتهم اللي هي حقارة وقذارة ترويجا هائلا ومن عندهم الحق والرحمة والسعة والمنطق والمرهان واليقين والدليل والارتقاء بالإنسانية أنتوا ترتقوا بالإنسانية أنتوا وحوش أمو أمو نحن مش وحوش لا لا ما ديش يعني أفصل الكلام متوسط صفحة خلص ما نعملش مشاكل وإشكالات واستشكالات اطوي الصفحة دا مش دا مش احنا دا مش احنا دا بتوعكم أنتوا اوه نرجع لموضوعنا خلينا في السليم أقول صورتنا في العالم أي صورة رسمناها لأنفسنا في أذهال العالم أي انطباع كون العالم عنها وعن مسلكياتنا ينهل صورتنا في العالم مما نحبه ونرضاه لأنفسنا أو مما لا نحبه ولا نرضاه ولا يقنعنا أن يكون حالتنا هذه الحالة أي تصور متصور من العالم عننا وعن مبادئنا وقيمنا وديرنا وحضارتنا وتراثنا ونتاجنا الفكر والعلم أي انطباع أي صورة رسمت لنا هل هذه الصورة المشوهة تخدمنا الجواب البديهي طبعا لا يعني احنا هذه الصورة للشائهة الكريهة البغيضة أولا لا تمثلنا ثانيا لا تسرنا ثالثا لا تمثلنا رابعا دمجانا ولا تخدم قضايانا هذه الصورة الصورة وكيف نعدل هذه الصورة القبيعة بأن نعطي أمة دولا أفرادا مجتمعا يا من تعيشون في الغرب أعطي عن دينك أجمل صورة لو مت جوعا ما تمديدك فت الأوتوبيس ادفع الأجرة بفتوك المجرمين كفار تدفعش كذاب أشر مجرم لص أنت يا من تفتي هذا كفار ومنه قل لك أن الكفار لا أدفع لهم حقوقهم منه قل لك ومنه قل لك أنه إذا أعطيت انطباع أن المسلم لص والماء البحر ما بيغسلنا من هذا السلوك أنت سيد الناس أنت أشرف الناس بهذا الدين الشريف العظيم إياك يفتيك المجرمون كفار من أين نبتتم؟ من أين خرجتم؟ من أين؟ من أي مستنقع طلعتم؟ من أي بيئة موبوئة؟ استخرجوكم من أين؟ من تراتكم الله؟ من الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كلام رب العالمين ونبينا الأمين يحذرنا ضاعة الأمانة فارتقي بالساعة خربت الأمانة ولا تبخس الناس أشياءهم مسلمين غير مسلمين حقه لازم يأخذوا طلعت في الأوتوبيس حط فلوسي كامل لا أنقص منها مليم أبد وزنت لهم وفي عاملتهم بالأمانة بالشرف بالإخلاص بالصدق معادة الله إني أخون أغدر أغش معادة الله مش أدهسهم ولكيش هذا؟ كفار يا سلام كفار دعهم إلى الله يا أخي أدخلهم والجنة يملأ قلبك بالرحمة عليهم مش أدهسهم أنت قلت لك قصة اللي صديقنا بيروي عن واحد كان معاه في رحلة دعوة إلى الله قال الله معنا طبيب السيارة خشت في مجموعة عمال بالغلط فقد لي بريك ولا غيره فعامل منهم أصيب إصابات متوسطة بكامل جسمه يعني لكن في منطقة نزيف فالطبيب هذا ما أطاق أنه يتفرج أقدم على هذا المريض المريض لما شافه لحي أو مسلم جاء يقتلني لأنه أعطينا انطباع عن أنفسنا أننا قتل لا فأخونا الطبيب هذا قال له عمه إهدى ظل مسكين خائب لكن مش قادر يهرب فضمض جرحه إلى أن جاء الإسعاف شالوا ودعوا صاحبنا بعد أسبوع ربنا عافا ورجع قالهم مين اللي عالجوني الطبيب اللي عالجني هنا وقف النزيف وعطاني إسعافات أولية جاءبون ندوله يا قالوا أنا عاوز أسلم أسلم يا السلام شف دينك يا أبويا دهسهم قتلهم وإحمل رشاش ورشهم بالشوارع يا الله لك هذا مش من إسلامنا الجميل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة القتال في الميدان إن كانكم رجال هاي ميدان القتال إسرائيل المحتلة مقدساتنا تروح لي على أهل باريس وبرلين وبون وكل أفعص الناس كيش بيني بين ألمانيا حرب الآن ولا بيني وبين بلجيكا والدنمارك الآن حرب قال استعمرونا قبل مئة سنة يا حبت عين أمك استعمرونا قبل مئة سنة الفرنسيين اللي استعمرونا راحت فرنسا كلها نهدت فرنسا الآن من من الدول يعني نص كسيحة يعني صرنا وحوشا في نظر العالم بأجمعه بأكمله كم نحتاج من الجهد والوقت والمال والدعاية إلى آخره لتحسين هذه الصورة ومين يصدق ومين يصد نقول له ما نحن ملء قلوبنا الإنسانية والرحمة والشفقة على العباد قال شفناكم شفناكم عرفناكم شاهدناكم تضحكوش علينا ما تخموناش بالكلام لسان عذب وفعل فعل ذرب للأسف تزرب الناس ذرب لنا لشفناكم ما تكلمنيش مش عاوز أسمع منها خالص كم ظلمنا يا أيها الخلق لو هذا مفعل لكن فين وانتم تبنيتم منهج من التدين أول ما ألغى العقل دمرت كل شيء نعوذ مالونا هل نحن خير أمة أو تنتمي لخير أمة بهالصور بهالشخصيات بهالنماذج بهالعينات بما نقدم من أحداث عن أنفسنا ومن حوادث ومن الحقيقة بهالطريقة لن يأخذ عننا الناس انطباع أننا كنا يوما خير أمة بل سيفسرون ماضينا بحاضرنا ودي المصيبة أن يتخيلوا سلفنا الكرام أيوة زينا تبقى نيلة ومصيبة إذا الناس قال إذا ذولا هم الإسلام الحقيقي يبقى الجيل الأولان اللي طلع ذولا عن نفس النسق أمو حرام حرام نتقيسون على ذولك آخ يا من تفعلون الأفاعيل ولا تعرفون النتيجة الوبيلة المترتبة على أفعال تفعلونها صورة 1500 مليون مسلم تشوى تستقدر نتيجة بعض التصرفات والسلوكات خلينا في الموضوع كان اليهود في أمريكا وفي العالم حتى نهاية الثلث الأول من القرن العشرين ماله نموذجا أسوأ للبشر والبشرية ذي أجلي فيس الوجه البغيض عملوا إيه استسلموا وانزووا وانلا بدهم يشتغلهم على تحسين صورتهم حتى استطاعوا أن يقدموا عن أنفسهم نموذج هم شعب الذكي الله ما في شعب ذكي وشعب غبي ما فيه هتقول لي شعوب أفريقيا عندهم عقول ألمى من الشمس لكن مش عم بيجدوا القيادات اللي تحط موازنات للتعليم والبحث العلمي والنهوض بالناس عندهم شفاطات زي العالم عربي شفاطات فأصرف على إيه ولا إيه ولا إيه أعطوا على أنفسهم أنه إحنا نوابر أينشتان مننا فرويد من عندنا داروين مننا ما أدري إيه من عندنا في الناس الآن لو قلنا له مين أجمل وجه أقول لك اليهودي مين الذكي في العالم أقول لك اليهودي مين اللي عنده ديمقراطية قال لك اليهودي مين أسوأ شخ قال لك المسلمين أقول لك أعوذ بالله الله لا تجربنا منهم يا ربي نجينا من شرهم صرنا نحن وجه المكروه ولو درم في قلوبنا الناس من حب لهم ومن خير نريده أن أن يصل إليهم نتغيرت الصورة لكن نحن بنعطي دقوم واحد متدين منحرث مجنون مجرم أفتل الدماغ أو معطل خالص مش أفتل طيره خالص أمثال أبو حمز المصري والله والله من منظره مش قلت هذا الرجل أرتفشل مفتعل وقدم إيده هوك جاء القرصان وقدم إيده الهوك على الكاميرا الإسلام ولوشيك ولوشيك والله ما أطقته يوما وبعث قال عناصر وقعت في بريطانيا من تحت أمره إدمره مصالح بريطانيا في اليمن حلوتك وقعت في بريطانيا شفت الأفلام يا بو أفلام واحد آخر كان في بريطانيا واحد آخر كان بدون ما أسمي كلها نماذج مفتعلة ما نقول إفتعلها أنت يا شيخ مش هقولك بس يعرف أنها مفتعلة والسلام دون ما أحط إصباي على فلان مفتعل من الجهة الفلان وخلاص إفهم أنه يعني أبو حمز المصري كل هذا جنون يعني لا لا وغيره وغيره إذا منكم حد فاكر هالاسم مش عاوزين نفتكر ما تفكرناش يا شيدي خلاص اطلو الصفحة عدي إذن فاكر لما قالوا مين أكثر دولة تهدد السلام العالمي استطلع طلع ستة وستين بالمية إسرائيل ناموا اليهود زعلوا أناموا لا فورا شكلوا خلايا عمل والله يقول لنا معرفة صديق طرف قرابة سمي ما شئت بقول أنا قاعد في قرية نائية في سكوتلندا أقصى سكوتلندا قرية صغيرة ونائية أنا وعيالي وأطفالي قاعدين وإذ الساعة ثمانية صبع الجرس برن فتحت الباب نعم قالوا إحنا من جامعة بار إيلان ولا غيره في حيفا ولا جامعة تل أبيب ناسي الآن والله المطلوب قالوا بدنا نورجيك شريط فيديو بس عشر دقائق لو سمحت من وقتك شريط الفيديو عشر دقائق أن الفلسطينيين هم الإرهاب واليهود ضحايا شوف ضربوا باص مدرسة ضربوا ست فرحوها قالوا والله لو لم أكن مكوي بنارهم لا تأثرت بأفكارهم لكني من المكويين بنارهم فكيف أتأثر بأفكارهم سمعت وشاهد ما أعطيتش أي انطباع لكن شكلوا خلايا وزعوها على كل العالم عشان حسنوا صورة إسرائيل إلى أن قال عرب أوسخ من في العالم الرياكشن واش رد الفعل عند بني عرب بني قحطان واش رد الفعل بد رد الفعل يضربوا أنا سال في العالم ايه قل عاطق العاطي العالم كله أحسنت تعجبني هذه العقلية بيرفكت ما شاء الله حلوة أوهي عقلية نقشة نقشة مليحة ايه والله مليحة لا والله ما هي مليحة ولا صحيحة ولا في ليحة لا والله ولا فيها ريحة من المنطق والعقل شفو الناس اللي بتفهم عايشة العصر فورا نظموا خلايا طلاب الجامعات قال له عمو اعتبر فصلك ناجح بمعدلك اللي كنت فيه هذا الفصل التفرغ محسوب لك ونتيجتك مضمونة اطلع دعاية لإسرائيل طلعوا طلاب الجامعات اوجهوهم اذكاهم اكثرهم لباقة في الحديث وزعوهم قلت لك البرويلي قلحنا قرية اقصى سكوتلندا سكوتلندا شمال برطانيا اقصى وهذا لسا في اقصى الاقصى وصلولهم دفعوا ملايين لكن حصدوا النتائج اذا صورتنا من يحسنها من يهتم هو كارز من يهتم يا بوي انه يحسن صورتنا لا ردت الصورة وصحابها تسلم لي يا هالمنطق السديد تسلم لي يا هالعقل الرجيد والشديد ما شاء الله نرجع لموضوعنا يا اخي بحيث اذا اراد احدهم ان يجتم احدا كان اما يقول له بيج خنزير او قل له جو يهودي يا يهودي يا خنزير هاي الشتيمة عند الناس الان من يقول له بيج ما فيش مشكلة جو بن حبس مثل ما قلت لقنص الدولة قلت الان لو واحد شتم كل العرب وكل المجتمين قال لي ما عندنا نصف القانون لكن تكلم عن اسرائيل قال لي عندنا نصف بالعمل بالمثابرة بالمواضبة بالاساليب اللي تعرفه لم تعرفهاش كل العالم وضع نصف من تكلم عن اليهود قانونا يحاسب طب من شتم كل العرب وكل المسلمين والاسلام والقيم الاسلامي قال لي ما في نص وستمائة مليون اربعمائة مليون اصف اربعمائة مليون عربي الف وخمسمائة مليون مسلم وزنكم في العالم قال لي وزن الذبابة لا الريشة زي بغضو ذبابة ريشة بينما هذول في العالم كله قد سكان القاهرة سكان القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة والامة الساهرة ايوه هنا خلاص فهمنا مين بيوز الميت مليون احنا في المصر مية واربعة مليون مية واربعة مليون افرحتي عاملين ايه اللي مش وكلين ايش ولا شربين الميا كنو نزع الرز ما نزعوش دلوقتي كنو نزع القطن ما نزعش القطن كنو نزع غصف السكر ما نزعوش والموز ما نزعوش توفير النمائة ما راح تفين لاخدوها الأسيوبيين تقول أشقاء الأسيوبيين والله أنا بتابع الإعلام نظر مثل ما بقولكم دايما على قلب أقرأ لي في الكل خمس دوريات خمس دوريات بين جرائد ومجلات على الأقل إلى ستة سبعة مهم ما تيسر كلام نانسنس كلام تافه فاضي دعاية رخيصة كذب وافتراء وتشويه للمسلمين ألا قاتل الله كل من مارسها وزاولها لواء بيقول إحنا طهرنا سينة مرتين طهرنا سينة مرتين مرة من الإسرائيليين مرة طهرتوها من الإسرائيليين قال لي آه تضحك بهالكلام خلص المهم على المغفلين لكن واحد عنده عشرة في المية وعيد تضحكش عليه أنه إسرائيل تلعب ببي بي سينة لعب والكل فاهم طبعا ومتطهرناها مرة تانية من الإسلاميين ما قالش من الإرهابيين بين قوسين لا من الإسلاميين خلي بالك من الكلمة يا مجرم لو أنت أنت ملتوي من الإسلاميين دولا مش إسلاميين وانتو إعلامكم بقول داعش صناعة أمريكية إعلامكم يا رحمك يبقى أنت فاهموا جماعتكم أمريكا مش أنتو مش أمريكا جماعتو جماعتها خربطوني مين جماعة مين مفهومة شو الدعوة أمريكا من جماعة أمريكا صبي عند الإخوان المصريين الله الشراكة المصرية الأمريك شراكة يعني هو أحد عطاشا ليرات في مول قل عمو بده استثمر عندك قال له كم قل ما عشر ليرات بعطيك بريزة في آخر السنة عشر ليرات وهذا الشراكة العربية الأمريكية فاهمين إخواني إحنا شركاء مع أمريكا الشقيقة الله يخلينا خلاص 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 مش حاكي عن شينا بحكي أمريكا الشقيقة بدك شو أقول عنها أمريكا العدو وعوذ بالله لا الشقيقة الكبرى الله يخلينا يا محامي تدفع عنه لك يا أخي والله طلبت عيوننا ما تغلاشي ما تغلاشي أي واللي فوقنا واللي تحتينا والله طلبته ما يغلاشي عمل لك يا قصيدة ومغنى ما يغلاشي لو طلبت الفرش اللي تحتينا ما يغلاشي دي أمريكا والأقر على الله خلينا مع الكلام آخ فما هي صورة اليهود اليوم بعد ما كانوا دي أغلي فيس الوجه القبيع الكريك من الناس كلها الآن أحلى وجه في العالم اليهود حتى نتنياهو نتنياهو عناق مع بومبيو ومع شرم مع كوشنير مع عناق نتنياهو نتنياهو فراس فوق راسهم هيك ما بيحتد فيهم والله لأنه كاسر عيونهم جميعا لتفسدون ولتعلن العلو عن طريق الفساد أفسدوهم صوروهم أذلوهم مش مش زينا حطواطي لأنه أمريكا اللي مساندته هناك أنا أنا اللي جبتك أنا أنا ندلك أنا فوق راسك مش ندلك لا أنا فوق راسك احنا تحترج ليهم قاعدين مثل ما قلت يعني اللي قال بن بن أسبوعين ما تقعدوش وقال ليش ما رد عليه وقال له دولارك لو لا بترونه يومين بيصمدش على عرشه لكن مثل ما أنا قلت في التغريدة بتاعتي لكن لأنه المن يبطل الصدقات ما قلنا هاش الله خشعة الجوانع والجوارح المن يبطل الصدقات مداد يا ولد ما شاء الله الإسلام لها المنطق لا إله إلا الله هم نموذج في صور العالم الآن للشعب الذكي نموذج للشعب المتقدم نموذج للشعب المثقف وقد احتلوا أرفع المراكز يعني بتلاقي ما في مؤسسة ما في ناطق ولا ولا إيه إعلام فوكسي نيوز ملكهم وغيره وارنر برودرز منهم أشياء هذا سينما سينما يبوني وارنر برودرز سينما توني سينشري إيه لهم مترو جولدنماير إيه لهم آه آه أم جي أم أشي أقولك أقولك إيه أقولك إيه أقول إيه كيف وصلوا إلى أن جعلوا صورتهم أجمل صورة وجعلنا صورتنا للأسف أقبح صورة في الوصلة الثالثة والأخيرة سأخصصها للحديث عن التطرف ويمكن أرجع لها في حلقة قادمة عشان نضبط المصطلحات ما يوصموناش متطرثين وانتو إيه نلتقي مع التطرف في الوصلة الثالثة كونوا معنا إخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهدات نحياكم الله دائما ومرحبا بكم في الوصلة الثالثة من والأخيرة طبعا من لقائنا لهذا اليوم برنامجنا برنامجكم دين ودنيا قلت بدأخصص الوصلة كلها للكلام عن التطرف لكن عندي الحقيقة مسيرات العودة لابد أن نتكلم عنها دقائق قليلة وعن الخان الأحمر أيضا دقائق قليلة ثم نعاود الحديث عن موضوع التطرف أولا نشكك بعض العرباء في موضوع مسيرات العودة من جدوى مسيرات العودة وينعتها بعض آخر بأنها سوق لأهل غزة إلى الموت والجراح بلا فائدة لأحنين وبعض يرى أنها تخدم العدو أكثر ما تخدم أهل غزة ولا تقرها السلطة الوطنية جدا جدا وصف لوطنية وش ولا تقرها جدا لا ولا تقرها السلطة الوطنية جدا عشان بسكون كلماتنا مفهومة لأنها يعني نهج السلطة هو السبيل الوحيد سبيل المفاوضة للمقاومة والمناضة بالعائل بالحل قضيتنا بالحوار بالاجتماعات بالطاولات بدون مشروب طبعا ايه ما تفهموش غلط ايه مش معنى طاولة في مشروب ايه لا اشف العرب كيف يفهم يعني ما تشتتونيش الله يهديكم والإعلام العبري يكذب كل ذلك ويعري كل ذلك فيتحدث عن أن البالونات الحارقة تحتاج إلى ثلاثين سنة لإفساد ما أصلحته البالونات الحارقة وأنها وصلت إلى عمق خمستعشر وعشرين كيلو متر مسيرة العودة يكفي أنها توحد الشعب في زمن الشتات والتشتت والفرق والتفرق وتحيي القضية بعد أن تآمر العالم كله على إماتتها طبعا ما هذا العالم العربي العالم العربي الحقيقة أحب إلى قلبه أن تضع القضية متوهجة مشتعلة وحية وخلص ايه العالم العربي يحب أن تضع القضية حية فهمنا خلاص عدي والمسيرات أحيات القضية مثل ما قلنا وأحيات روح المقاومة وهي تذكيها تحييها وتذكيها بعد أن أنفق الجميع على إطفاء جذوتها أي المقاومة ونستحضر فقط آخر تصريح قبل يوم أو يومين لنتنياهو يقول فيه إذا أطلق أي صاروخ سنعلن الحرب على غزة وإذا لم توقف مسيرات العودة سنعلن الحرب على غزة هل هذا الكلام يدل على أن مسيرات العودة لم تؤلم هذا العدو ما لكم كيف تحكمون مسيرات العودة غزة هي القلب الحي والكيان الحي والقلب النابل في هذه الأمة ولذلك يحاربها كل من من إيش كل من نشيت كل من خلاص كل من يحاربها كل من كل من نشيت آخ يتآمر عليها كل العربي على غزة أنا أكره غزة اكره مثل ما بدك ليه لأنه هي اللي واقفة في وجهه إسرائيل إن أسأل لا تحسب حساب أربعمائة مليون عربي إلا غزة لذلك السلطة الوطنية جدا إسرائيل يقول إحنا بعتنا البترول لمحطة الوقود مع أنه يعني عباس كاره لذلك جدا واللي قال من القيادة الفلسطينية لو استطعت أمنع الهواء عن غزة لفعلت وداد قصدي ولاد مداد ولاد يعني خلاص لا مداد ولا ولاد الخان الأحمر مال الآخر الخان الأحمر توهم من وقع الاتفاقيات أن توقيعهم يحصن أرضهم ويحصن وضعهم ويحمي حقهم وما قرأوا القرآن ليعلموا أن هذا العدو عدو ماكر قائم على الغدر والظلم والعدوان ونقض العهود وعدم التزام المواثيق فبما نقضهم ميثاقهم لكن ما بيقوش قرآن يا بويا ولا ينطلقون من القرآن القرآن نبذوه وراء ظهورهم ظهرية قرآن ده كلام مضى زمنه مضى زمنك انت القرآن ما بيمضيش زمنه القرآن للزمان كله والمكان كله والإنسان كله شاء من شاء أبى من أبى وهم الذين قال قائلهم لا مواعيد مقدسة يعني اليهود يعني لا مواعيد مقدسة مدد لا مواعيد مقدسة فاكر لما قالوا سنة ألفين سنقيم لكم دولة سنة ألفين سنقيم لكم دولة عنده أمزيكا وبعدين سنة ألفين ما قدشي لسه انتو مخلق بطين في الحساب أعم الشيخ نحن ألفين وطمانتاشر والفين وطمانتاشر آخره يعني حنبدأ تسعتاشر قال لي وماله تخلي تسعة وثلاثين يعني شو المشكلة ما فيش مواعيد مقدسة حط من خرج تستاهلون وقعنا وإحنا نضحك بعدين ابكي كثيرا ابكي كثيرا على ملك أضعته تضحك أنا من هذه الخلفية ننطلق هذا العدو المجرم ينشئ كل يوم واقعا جديدا وعلينا نتكيف مع هذا الواقع الجديد ونتقبله ونتعايش معه وكل يوم ينتقص حقنا وتنتقص أرضنا وعلينا الرضوخ لعدونا حلوة الخان الأحمر كشافة لهشاشة الموقف العربي الخان الأحمر كشافها شاشة بل تعاست الاتفاقيات التي لا تجد قوة تلزم العدو اللي هو الطرف الآخر أن يلتزمها الخان الأحمر هي الحكم والحكم على بطلان اتفاقيات السلام لأنها التزام من طرف واحد هو الطرف الضعيف والقوي بيفرض كل يوم واقع جديد ولا يلتزم بالاتفاقيات يلتزم أنت يا ضعيف أنا اللي بحركك ولما عاوز انتقل من بيت لحم إلى إلى أريحة ولا غيره عاوز استئزان وضبط ارتباط وعكركبة ومجند يقول له قف مر سيارة قالها أنا الرئيس قالت له ما عارفك سيارتك برجع الحرس برجع برجع الحرس خلاص برجع الحرس مجندة بشريطة مو مجندة عقيدة لا عقيد لا الشريطة الضعيف لا يلزم والقوي لا يلتزم وحلها يا حلال الخان الأحمر امتحان كل العرب الذي رسبوا فيه جميعا وبينوا أنهم لم يستعدوا للامتحان الخان الأحمر هو الضوء الكاشف للنفاق العربي والعالمي والتواطؤ من الجميع مع اليهود بالشلل أمام إجراءاتهم نحن نعمل الإيد حصيرة عم الشيخ الإيد بصيرة لك لا هسا بزبطها الإيد مش بصيرة لا ولا حصيرة الإيد قصيرة أيها زبطة الإيد قصيرة والعين مش حصيرة بصيرة وقاعدين على الحصيرة هاي زبطتك تمام أربعمائة مليون عربي مية وأربع مليون في مصر وعدها 24 مليون عم الشيخ في القاهرة وحدها والإيد حصيرة عم قصيرة والعين بصيرة ش الدعوة قال كتبتنا كده نصبنا كده دي كتبة كبيرة عم الشيخ عدي الخان الأحمر الخان الأحمر امتحانكم جميعا كشف الخان الأحمر لعبة إسرائيل المفضل لعبة الوقت وتوظيف الزمن واعتقادها أن العربي سريع الملل وسريع النسيان وبطيء رد الفعل قوة هد يا يهودي هد الخان الأحمر هد لأن العربي ما عندوش ميموري ما عندوش ذاكرة الخان الأحمر أخطر منطقة متصلة بالقدس لا تقل عن جبل أبو غنيم الذي سماه المجرمون هار حماه فهذه المناطق الاستراتيجية تقدمها إسرائيل لقمة كبيرة إثر لقمة كبيرة وكما ابتلع جبل أبو غنيم ستبتلع الخان الأحمر والعربان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا تحوقل لا تحوقل حسبي الله فيكم يا أمريكا وإسرائيل حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله ووصلنا لوين حسبلنا وحوقلنا وروحنا فين إجراءاتك العملي يا عم الشيخ عملت إهل المقاومة قال ليحنا لا نن لا لا هار سوف أضبطها نحن لا هار سوف أضبطها لا نؤمن أي وجد لا نؤمن بالمقاومة أطلاقا 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 لا نؤمن نحن نؤمن بالمسامة مش بالمسامة سوف أضبطها بالمفاوضات على الطاولات والكرافيتات والكراسي والخلاص نحن نؤمن بالمفاوضات مفاوضات ولا بدء عن المفاوضات إلا المفاوضات تسلم للشعرات تحفى نحفنها خلاص خلاص لا إله إلا الله لا أستبعد أن العرب من يتصل ليبارك لا إسرائيل مبارك الخان الأحمر والله لا فعلنها العرب أنتم مستغربين شو بحكي هذا ما زال أقلي برأس حتى الآن الحمد للنا على كل حال إلى هذه الدرجة وصلنا في الهوان والتردي والخيانة ولو قام أحد بعملية فإن السلطة عملية عملية جراحية أني راح أصلح أوتار في إيده أم لا عملية مقاومة يعني فإن السلطة أول من يستنكر ولو كان الشاب الذي عمل العملية قال له فهل عملية أنت انتقاما للخان الأحمر وصلت تعلم أن كل اجتماعاتها وكل مفاوضاتها لم ترجع شبرا ولم تحمي شبرا ولا أرضا ولا ماء ولا سماء ولا دماء أسيلت ولا حياة ولا حقوقا وإنما هي اتفاقيات وإنما هي اتفاقيات كالمخدرات هذا حديث مستعجل عن الخان الأحمر طبعا الجرافات شغالة وطردوا الناس بالقوة شالوهم وزدتوهم والعالم بنظر من بعيد هذه جريمة حرب سوء يا من تقولون جريمة حرب هترتبوا عليها يقال لي لا تتحقوا علينا يعني ولا تصوير كاميرا بكسروها مشي إسرائيل فوق القانون over the law فوق القانون فوق الأمم المتحدة فوق العالم والعربان تحتها العربان راضون بهذه الدنيا ارضوا لما تتنيلوا نرجع لموضوع التطرف التطرف هذا المصطلح يمكن أن نعبر عنه بالغلو أو الإفراط أو التعصب أو التطرف أو الشوفينية وقد نهانا الإسلام العظيم وقرآننا الكريم عن ذلك كله إذ قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا كلام ونداء لأهل الكتاب من ينادي في أهل الكتاب أن لا يغلوا في الكتاب يقبل هو لدينه وأتباع دينه أن يكونوا على غلو وقد أمرت العالم كله أن يترك الغلو يستعيد طبعا مدام نهى أهل الكتاب فالنهي الأول لأمة الكتاب عن الغلو لأن الغلو أول متضرر من الغلو نحن يظنوننا يعني كثير من الناس بيصنفون أنه هذا متطرف 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 لا ترد لا يا عمي الخاسر الأوحد أو الأول إن شئت هذه ولا هذه المسلمون من التطرف التطرف صناعة ما قلنا لك لما حسن مبارك بعد ستة ألاف بغل 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 يعني مش عم بسيب على حد لوين لأفغانستان عشان تنقل ذخائر وأسلحة المجاهدين اقرأ ما أخواني مشكلة دم القراش حسن مبارك صنيعة إسرائيل خلاص 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 سكت فهمهم يبعث لدعم هؤلاء الناس ليه لأن أمريكا عوزاهم من أجل أن طب في ناس مخلصين وصادقين معاهد الله أنه نتهمهم لكن اللعبة أكبر من وعيهم وأكبر من تصوراتهم هدوا الاتحاد السوفيتي بعدين هدوا اللي حالا يقولوا مع الصفر كل شاب رجع إلى وطنه اعتقلوا يا ابن القزمة يا ابن الايه أنت كنت فين كنت ويا الناس المقرمة طب أنت كنت تدعموهم والبلد العربي اللي بتعرفوه كان يبعث لهم أمداد سيارات أولها في تلك البلاد وطرفها الثاني بكابل كابل إلى البلد الذي تعرفون لا بنسميش رفعا للحرج إذن التطرف مش من ديننا إنما باسمنا عملوه وصنعوه إذن يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم وإذا كان الآخرون منهيين عن الغلو فهذا يعني بالأولى أننا منهيون قبلهم وأول منهم عن الغلو لأننا لا ننهى عن شيء ونجيز لأنفسنا نحن أن نفعله نعملهاش إذن يا أهل الكتاب نحن قبلكم منتهون عن الغلو وننهاكم عن الغلو لأن الغلو عندكم يعني عدم الزواج للقسا وسغلو ليه تفضل تابع ماذا يحدث في الأديرة والكنائس الآن صار جرائم قتل في الأديرة الأنبى المقري وليه المقاري أي أين كان مش قريقوريس والله ناس الأسمى القتل واحد وقتل الثاني زملاء وقتلوا رهبان قتلوا رهبان لأنه تنافسوا على المال لأنه بينتهي بإكستريم تعزلت في دير وممنوع الزواج ممنوع تأكل زي الناس ممنوع بشار بشار دولار تفضل الآن في 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 الفاتيكان محاكمات للرهبان والقساوس بالتحرش والاعتداء على أطفال مصائب ليه لأنه تطرفوا في تدينهم بالظل فطرة الغريزة فانصرفوا إلى انحراف وشدود والعياذ بالله الخلاصة التطرف استعداد عند الشخص مش خلق لا إنما من البيئة واستعداد يمكن بالنفسية والتركيبة التركيبة الثقافية والاجتماعية لصاغ المجتمع إذن استعداد وبيئة وتعليم وانقياد لمتطرفين كما نشأ فكر الخوارج في بدايات نشوء الأمة الإسلامية وكان مدمرا فكر الخوارج أخر المد الإسلامي وعطل المد الإسلامي وأعاق المد الإسلامي وقتل من أولاد الصحابة أنا ابن الصحابة خباب قال له كافر ابن كافر يا الله بقول لك أنا ابن خباب صديق النبي صاحب النبي تلميذ النبي قال له أبوك كافر وانت كافر الصحابة كفار آه يا الله شفت إخواني تطرف بودي لي وين امرأته قالتهم امرأة أنا مالي في بطني جنين تسع عشهر أيام بدي يولد قالها كافر قل لك جنين ذبحوها وقتلوا طفلها الجنين يا الله الطفل كافر إخواني هذا الفكر منحط إلى أبعد الحدود وهؤلاء أحيوا فكرا خوارج من جديد بعضهم بقول هذا فكر سيد خطب لا كذبتم على الرجل عمره سيد هذا فكر منحط سيد أرقى فكر في العالم الإسلامي سيده بينحط إلى هذا المستوى المنحط حاشا لقدره وعقله هذا كتلة من الرقة سيد بكفر لكن لما أقول لك مجتمعاتنا منحرفة عن الشريعة بتطبقش الإسلام أشكرها يعني أقولهم مجتمعات إسلامية ما بكون منافق كذاب هذا اللي قاله سيد مجتمعات ما بتطبق الإسلام كلام صحيح دول ما بتطبق الإسلام يعني كفار بعدين ما أحد كفر لا هذا التكفيريون كلهم أما التكفيريون والمتطرفون يزعمون أنهم يتبنون فكر الظلال ما داما بقول لطلابنا إذا وضعنا القلم في كبايا فيها ما بينكسر بينكسر صورة النص المستقيم في فكر أعواج بينكسر بينكسر فهم فهموا كلام سيد فهما منحرفا مشططا متطرفا وزعموا أننا في إثر سيد وعلى خطى سيد كذبتم على سيد وبراء منكم سيد 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 وأنتم أمة بلا عقري شجاب لجاب يا غراب العياذ بالله إذن كونهم يقولوا إحنا على خطى سيد شيء وأن يكونوا فعلا على خطى سيد شيء آخر ما هذا الله أن ينسب هذا الفكر المنحط إلى سيد تسبب هذا الفكر في وقف مد أمة الإسلام إذ انكفأت الأمة على نفسها في اقتتال داخلي بدل ما نحمي حدودنا والثغور ونوقف هجمات الصليبيين والمغول علينا اشتغلنا بعضينا اقتتال داخل انكفأ الأمة كلها تحارب الخوارج شجعان مخمى فيه لا إله إلا الله قطري بن الفجاء وفلان وغزالا وأسماء أسماء وشعراء وبلغاء ومتكلمون لكن على ضلال على ضلال شديد من يرون الصحابة كفارا هذا مش مسلم تكفرهم أنا ما أكفرهم يعني علي عليه الرضوان سئل عن الخوارج طبعا علي في نظر الخوارج ما له مش كافر بس أكفر أهل الأرض عبد الرحمن بن ملجم لما هجم على علي بن أبي طالب غدرا ولا علي يأكله بيأكله لكن طعنوا من الخلف علي جاي أم الناس صلاة الفجر إذا أنا مش ناسي فخرج علي هذا المجرم المتآمر وطعنوا إما طعنوا بخنجر أو ضربوا بالسيف وصاح قتلت أكفر الناس علي بن أبي طالب أكفر الناس يا الله إذن من هم المسلمون وأين هم وقال أنا وأصحابي ما داد ما داد أنا وأصحابي والله نعمة إخواني هذا فكر منحط جدا موضع الشاهد قالوا لعلي عليه الرضوان الأكمل يا أمير المؤمنين هم يكفروننا أن يكفرهم؟ قال معاذ الله قوم من الكفر فروا لكن هذا نبلغهم من العقل والعلم القد عقله أقل عصفور بس العصفور بريء هذا مش بريء إخواني ذونا قتلة مجرمون بلا عقل يا إخواني لا دين بلا عقل من عطلوا الدين عطلوا العقل ومن عطلوا العقل عطلوا الدين دين بلا عقل ما في دين الخوارج عطلوا العقل والحقني امشي ورايا واتبعني وتبنى فكري لا شباب إياكم والتطرف نحمل الإسلام بعزة نحمل الإسلام بشموخ نحمل الإسلام بإنسانية بأفاق واسعة للعالمين إن شاء الله تعالى بلا تطرف لم نلزم لاش تطرف يعني جلبيه للركبة لو ايش لو ايش يعني بعض الطلاب بيداون بالشتة بشحاطة ولكن شحاطة هي من سنن الإسلام مش فقرا فقر فكر لك مش من سنن الإسلام الشحاطة صيني كله صيني يعني لابست حذاء صيني ولا شحاطة صيني يعني إيش الكلام والله برد بشف شف واحد بيقول لي في موسكو لقيت واحد من غير جربات وجلبيه للركبة قلت الله لا يبارك لك تعالى طلع معي طلعته ولعت الصوبة ودفيته لبسته جربات لبسته حذاء ولك يا بني آدم عشرين تحت الصفر الحرارة بموسكو والله رواني يا الشاب نفسه الله يبارك لك ولك للركبة لابس جاي تقول لي أنا السنة ولكن للركبة لك الحرارة عشرين تحت الصفر إخواني هذا العقل الحجري السنة السنة الرؤى الجلبيه للركبة ركبة هذه السنة برد بجمد العروق قال لا بس قلت الآن كفرت الآن لما تدفيت كفرت يا مجنون ربما انتبه والله ما أدري انتبه ولا ما انتبه مختصر الكلام لا بوسع الكون للتطرف لا لا مليونة لا ايو الله اذا هذا التطرف مثل ما قلت تسبب في وقف مد أمة الإسلام وانكفائها على نفسها الغموض اقول في احيان كثيرة بالنسبة لهذا المصطلع مقصود والابهام وعدم التحديد مراد ان هذا لشيء يراد حتى يفسر المصطلع على هوى من يطلقه متطرف ارهابي قلنا له من ارهاب احنا حنواصل بهذا الموضوع في الحلقة الجاية اش بس اختم كلمتين بهذه الحلقة الان لكن هذا الموضوع ربما نتكلم فيه وصلتين وثلاثة لانه بدنا نحدد المصطلعات عم بيخمون بالكلام ارهاب تطرف غلو وانتم ماذا من تطلقون علينا هذه الاوصاف ماذا انتم ماذا دولكم ما الغرب ما امريكا حامية كل عالمك العربي القذر تحمي امريكا شي اسموه هذا سمونا يا سلوك اليهود شي نسميه اعتدال سماحة انسانية رقي حضارة حقارة لماذا احبابكم اليهود فوق الرأس دائما وجنتل دائما ليه والفلسطيني ارهاب عنف شريسون وحوش واليهود جنتل الفلسطيني مظلوم طلع من ارضه موضوع التطرف لابد ان نعود اليه ان شاء الله مرة ثانية وثالثة دائما نراكم باحسن حال اقوى معنويات اياكم ان هذا الواقع الاليم يهز من ثباتكم رسوخكم شموخكم عزتكم اياكم رأس مرفوعة امام عالية ايمان واثق قوي لا يتزحزح لا يلين الى الملتقى بكم ودائما نستودعكم الله حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة